أهلاً وسهلاً مستمعين شام اف ام ونسأل الله أكيد الأمان والسلام للجميع وأكيد مستمرين طبعاً بتغطيتنا ومواكبتنا لتداعيات الزلزال والكارثة التي حلت بالبلاد لكن على المستوى الشعبي أو على مستوى المجتمع عادة ما يتم الحديث حتى علمياً عندما تحدثنا عن موضوع الزلازل وأمكانية أو فرص أن يكون هناك زلازل قادمة بناءً على بعيداً عن الموضوع الصفائح وغير ذلك كان هناك حديث تاريخي متعلق بأنه هناك كل مئة عام فرضاً على سبيل المثال تكثرت الأقاويل هناك زلزال هذا دعانا للعودة بالزمن إلى الوراء تاريخ دمشق وعموم المناطق السورية كيف حلت فيها أو كيف مرت عليها الزلازل وكيف تعاطت معها الحكومات وكيف تعاطت معها المجتمع الأهلي وكيف خرجت بالنتيجة من هذه الأزمة أو الكارثة أكبر كارثة بتحلع للنوع البشري بسديو شامل فعيم معنا المؤرخة دكتور سامي مرمون مبيض أهلاً وسهلاً بك يا هلاً أهلاً وسهلاً بيك أول شيء الحمد لله على السلامتك سلامي الذويك وعائلتك والحمد لله على سلامة الجميع والله يرحم الشهداء ويصبر هالبلد وبس يعني مثل ما قلت مصاب جلل ولكن هذا قدرنا قدرنا بهذا البلد يعني على مدى آلاف السنوات المصائب والمحن إذا ما كان غزو هو زلزال وإذا ما كان زلزال هو عدوان وإذا ما كان عدوان هو طاعون هذا تاريخنا تاريخنا فيه محطات سوداء وفيه محطات مشرفة جداً ولكن دائماً البياض بيتغلب على السواد ودائماً بترجع وبتنهض البلد من أول وجديد نعم يعني استناداً لهذا الكلام أنه دائماً هناك هذه الصراعات وهذه الكوارث وهذه الأوبئة وغير ذلك الدمشقين وغيرهم يغلفونها بقصص يعني تأويلات يقولون لك بأنه مكتوب تتناقل الأجداد أنه كل مئة عام يحدث كارثة في دمشق يعني يتناقلون روايات الناس وإلى اليوم مع هذا الزلزال البعض من الكبار السن يعني يقولون لك بأنه لازم يصير في بهذا المكان زلزال كل كذا ما في شي اسمه لازم وما في بلد بمأمة عن الزلازل ولكن من حسن الحظ بدمشق أنه كانت الزلازل خفيفة يعني بالماضي يعني أكبر زلزال ضرب المدينة كان بالـ 847 847 رد عندك زلزال بالقرن الثامن عشر آخر زلزال كبير كان بالـ 1822 يعني من 200 و وسنة في عندك دائما تركيا طبعا معرضة أكثر بكثير زلزال الثمانية وثلاثين اللي ضرب بتركيا كان له ارتدادات بسوريا وهو تسعة وثلاثين كان له ارتدادات بسوريا زلزال التسعة وتسعين شعر في الناس بمناطق الشمال بالخمسين كان فيه ارتدادات 1950 ارتدادات لزلزال ولكن شيء بهذا الحجم لم يحدث من أكثر من مئتي عام ومن مئتي عام من مئتي عام المشاهد إلى حد ما تكررت بالنتيجة النفسية ذاتها والمجتمع بصح تطور لكن لكن يعني فيه له شخصية بالنتيجة يتعاطى مع المسائل والأزمات والكوارث بروح وحده محور واحد وحوله ندول كيف تعاطوا بتلك الأسناء نحكي على الصعيد المجتمعي هذا كان لافت هذا هو طبعا القول الفصل اليوم يلي حمل البلد هو المجتمع الأهلي يلي ظهر وهذا ما بيظهر بالحالات الطبيعية ما بينشاف ما بيحسه الواحد إلا بالشدائد والمحن الناس يلي نزلت وشكلت فرق إنقاذ ونظمت نفسها خلال أول 48 ساعة وتطوعت ليس فقط بحلب واللاذقية وجبلة وإنما من كل المدن السورية هذا الشي موجود منذ الأزل الفارق الوحيد إنه كنا متوقعين إنه يكون قد يكون أضعف اليوم بسبب الظرف القاهرة اللي موجود على كل السوريين يعني يوقت الواحد اللي يكون ما عم يلاقي ياكل وما عم يقدر يطعمي أسرته المنطق بيقول إنه يحافز على القليل يلي ببيته لأولاده لا أسم الرغيف نصين وأدم للناس طلع من بيته بالبرد وبالمطر وبيقلة الكهرباء وبالزر ليساعد العالم بمرات سابقة كانت تجي الزلازل أو أي كارثة طبيعية نسبيا بمراحل ما بدي أقول رخاء وإنما أكثر أكثر خلينا أقول أكثر رخاء من اليوم أكثر يسر أكثر يسر من اليوم لذلك بمراحل اليسر ما بنستبعد شيء من السوريين ولكن بمراحل الشدائد هون كان الشيء العظيم يلي ظهر خلال الأيام الماضية هلأ كونه مثل ما حكينا الزلازل القديمة لا يوجد الحق والأمان لا يوجد تاريخ مكتوب تفصيلي عن ردة فعل الناس هناك أقويل هناك بعض الأقويل المتداولة شفاهيا وهناك بعض المقولات في الكتاب الفلاني أو المخطوط الفلاني متعلقة بردة الناس على هذا الزلزال الموجود أكتر هو التعاضد والعمل المجتمعي بمراحل متقدمة يعني على سبيل المثال فرضا وقت العدوان الفرنسي على سوريا بالخمسة واربعين كيف الناس هبت لتساعد بعضا وقت كان بدون يجروا مياه على دمشق بمطلع القرن العشرين كيف الناس ركتت لتساعد بعضا ولا تدعم المشروع لأنه مشروع كان من الناس أما عن موضوع الزلازل بالتحديد وكيف تعامل معهم المجتمع مثلا بعطيك مثال بالألف وتمانمية وتلاتة وتسعين في عنا كارثة بدمشق وهو حريق الجامع الأموي بعصره وزمانه وظرفه وقداسة المكان مصيبة حلت على رأس أهالي هذه المدينة وصحي أنه الدولة أنا ذاك الدولة العثمانية كانت شكلت لجنة فيها عدد من الأعيان وتعاقدوا مع عدد كبير من أهم الفنانين والخطاطين والحجارين لإعادة بناء الأموي ولكن الكثير من العمل يلي نحن اليوم نسميه سخرة الحمل والنتع والتركيب والفك والإزالة هذا آموا في أهالي المنطقة مجانا ومن دون أجر ومن دون أن يطلب منهم أحد يعني كانت الدولة العثمانية بكثير من هذه الأعمال بتفرض العمل العمل اليدوي عن الناس إما كجزء من الخدمة العسكرية أو بالإجبار بالإجبار لا هون الناس لأنه لأنه هو الأموي لأنه إله أهمية كان بالنسبة للذاكرة الجماعية ووضعه الديني وتاريخه المعماري الناس اللي طلعت بمرحلة الثلاثينيات نعمل مشروع للم مساعدات مو مساعدات للم أموال لدعم مشاريع إنسانية في دمشق سموه مشروع الفرنج كان مطلوب من كل مواطن سوري يتبرع بفرنج واحد يعني خمس قروش يجو الناس يلي حط مية ويلي حط ميتين ليرة يقولون أخي ما بدنا ما بدنا هي الكميات الكبيرة لأنه بدنا المشروع يستمر بدنا الفقير الفقير قدران يدفع الفرنج والغني قدران يدفع الفرنج بدنا الغني كل شهر رأس كل شهر يدفع الفرنج بيجمعوا المبالغ مرة بيستخدموه لبناء ترميم مدرسة مرة بيستخدموه لتعبيد شارع مرة بيستخدموه لإنارة طريق وصولا إلى موضوع الجيش أيضا بعد لاحقا طبعا هذا المشروع مشروع الفرنج أجهد من قبل الفرنسيين لأنه شافت في شافوا فيه خطر خطر مجتمعي قدر يوحد الناس وقدر يخلق شبكة بديلة بتغنيهم عن الحكومة لاحقا صار فيه مشروع أسبوع التسلح اللي هو كان رد على إجهما بعد العدوان الثلاثي على مصر لمدة أسبوع صار فيه عملية تبرع تشكل لجنة من الأهالي لجمع الأموال لتقوية الجيش السوري وجابوا ناس بعالم اليوم بعالم السوشال ميديا بيسموهم انفلونسرز ولكن أصحاب شأن في المجتمع نؤثرين مفتي الجمهورية على سبيل المثال زعيم الشباب نقيب المحامين رئيس نقابة الصحفيين جمعوا آنذاك بأسبوع واحد خمسة وعشرين مليون ليرا سوري حين يعني كأنك تحكي بأسعار الألفين وعشرة لأنه اليوم صرنا عمضيع كأنك عم تقول خمسة وعشرين مليار بالألفين وعشرة رقم مذهل خمسة وعشرين مليون بالنسبة للستة وخمسين وإذا بتشوف محضر الجلسة كانت بجامعة دمشق حفلة التبرعات بجامعة دمشق الاتصالات اللي اجتوا من خارج سوريا من السوريين المختربين في ناس اجت ما مع مال بذكر تماما أنا فيها واحد بطل سباق دراجات تبرع بدراجته واحد بياعة عنده محل حلاوة تبرع بغلة يومه اجوا المرضى من المستشفى الوطني المجاور يلي هو تابع لجامعة دمشق اجوا يلي لافف ايده يلي رابط رجله يلي حامل السيروم اجوا ليشاركوا بالتبرع في حالة عفوية مجتمعية محبة للبلد ما مطلوب من حدا غير انه يتركوا له المجال انه تشتغل والشي اللي شفنا اليوم هو مجرد استمرار لهذه التجارب الغنية والجميلة ولو بظرف أصعب يعني اليوم عام ستة وخمسين البلد كانت ببحبوحة وكذلك العالم كله في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية متوقع متوقع يكون فيه نخوة وبطولة ولكن ولكن وشي يوم منعرضها هي كاملا بيطلع رئيس المشروع مدير اسبوع التسلح بيقول فيه شخص تبرع بخمسمائة الف ليرة سوري وأخذ مني تعهد أني ما أذكر اسمه إلا بعد وفاته لولاده يفتخر فيه فقط لا غير التبرع كانوا يقولوا إيدك اليمين من مفروض تدري إيدك اليسار المنطق المعارض اليوم بيقول لك لا لازم ناس تحكي بالتبرع ليشجعوا الآخرين التبرع ما يجي بالعدوى المنفخة اللي بتيجي بالعدوى وهذا الانفلات اللي صاير على الفيسبوك بالنسبة لموضوع التبرعات الفنان الفلاني تبرع بهالأد والفنان ما في حدا ما أدم شي بس الاستعراض هو اللي مخجل هو اللي ما كان موجود هو اللي ما كان موجود أنا ذاك هاي من أمراض السوشال ميديا هذا المتغير الوحيد نعم ما أوردت ذكر 1759 خلال فترة زلازل يعني صارت الناس تقولوا لا ضرب دمشق بهذا التاريخ كذا ما أتيت على ذكر وأتيت على ذكر بعد الالف وثمانمائين يبدو هناك مشكلة بدقة ترى قام متداول بين الناس تاريخ لا لا مش موعة زلازل لكن كلهم صحيحة كلهم صحيحة بس الأجد هو 1822 الأجد ولا الأقوى أو الأقسى الأجد حضرتك أنا واحد عم تقول عفوان عني التاريخ 1800 1822 نعم 1759 أوي وكبير بس الأجد هو 1822 بس يومك كان أيضا بيشبه بجوز 1759 الحالة اللي نحن فيه لأنه كان من 1741 إلى 60 أو بعض الستينات كانت عم تعيش دمشق حالة من الفقر والأوبئة حتى ظهور بنات الهوى كمان يقال كان في المؤرخ شهبدين حلاق أعتقد أني تحدث عن الموضوع المدير الحلاق الشهير فأتحدث عن وجود هاي المشكلات بهاي الفترة يليها بعدين الزلزال فهي بتشبه حالتنا إلى حد ما ودقيقة أم لا البديري الحلاق حلاق بسيط كتب من الزاوية المجتمعية يلي هو فيها من وجهة نظره على بساطة وظل عم يسجل يعني من هالدكان الصغير بباب بريد يلي كان عم يشاهد فيه المجتمع في بعض الأحيان أصاب وفي بعض الأحيان أخطأ ما كتير دقيق كتابه والأهم من ذلك أنه المخطوط اللي كتبوا البديري الحلاق ما من من فوت بقصة البديري الحلاق ولكن ضل ضل مئة سنة ونيف ضايع إن وجد تحقق رد غاب لأيام الوحدة لانتشر بقى مارع عليه أربع خمس إيدين كتاب البديري الحلاق بقى النسخة اللي بين إيدنا اليوم هي حكما منقوصة وليست النسخة الكاملة من هذا الكتاب مضبوط في فقر حتى بالألف وثمانمية واثنين وعشرين في فقر دائما في فقر الفقر دائما موجود وفي عوز وفي جوع ولكن مصائب الحرب العالمية الأولى حلت مصائب الحرب العالمية الأولى مع ذلك الأخذ عسكر والفقر والمجاعة اللي ضربت بيروت مع ذلك ظل المجتمع السوري أدران يحمل حاله ما تحدثنا عن جانب المتعلق بالولاد أو القائمين على لقمة عيش الناس بتلك الفترة وصولا إلى حكومات يعني كل هذا أيضا كان تصرفهم يمكن مقارنتوا بما يحدث اليوم يعني اليوم بكل أسف الحكومة السورية حاولت ضمن الظرف الراهن أنه تقدم أقصى ما يمكن تقديمه ولكن حجم الاستجابة كانت أقل من المرغوب قد يكون بسبب الظرف العامي اللي هي فيه كمان مشان ما نكون عم نجور عليه هون زيادة ولكن الأبطال الأبطال الـ 2023 هنين الناس وليس الوزراء أو المشاهير اللي طلوا على ظهر المسي الدارفة نعم يعني حتى كان بجوز لمحل أحكينا عن موضوع المياه مياه عين الفيجي وكيف الناس وإذن كان هناك نوع من الضريبة أعتقد يومه وكان في خلافة عليا كان في فرضة الدولة الضريبة الناس لم توافق عليها تماما كان في طرح لفرض ضريبة على الخبز مهم ففرضوه على الكاز فرضوه على الكاز وياللي اقترح هذا التعديل كان عطى البكري وهو من أعضاء مجلس بلدية مدينة دمشق ومن وجهاء المدينة آنذاك تفرض على الكاز بذلك تفرض على الأغنياء فقط ياللي عندهم الملاءة المادية اللي يشعلوا ببيوتهم وليس على عامة الشعب هذا التفوق الشعبي أو مو التفوق نعنا نقول التأثير القوي للوجهاء وغير ذلك عن دمشق فرضاك هو مازال موجود لليوم لأنه منسمع عن وجود وجهاء بدمشق رجال دين شيخ الكار شيخ بندر تجار فلانيني إلى آخره مازال إلى اليوم بيتم التعاطي من تابعتك بهذه الطريقة يؤثرون عزيزي فيه قول شائع وخاطئ أنه البلد معت فيه أحدى فضيت ما فضيت فيه لسه ناس مؤثرة ومحبة ومخلصة ووطنية وبتلبي النداء عند الطلب بس قاعدة ببيوتها لأنه لا الظرف ظرفها ولا المكان مكانها بس وقت الضرورة خرجت ما عم بحكي فقط بدمشق بحكي بكل المدن السورية وقت الضرورة خرجت من البيت وقدمت اللي بيطلع بإيدها تقدم عليه وهذه الشخصيات لساعة عندهم تأثير كبير جدا ولكن ما بتشوفهم على الفيسبوك وأكيد ما هتشوفهم لا على التيك توك ولا على انستغرام ولكن دائما البلد فيها مرجعيات وفيها أعيان مؤثرة البلد ما بتخلى الناس تنضب لما بتحس أنه ما لدور ولكن عند الضرورة في ناس للساعة تموجودة ولبت وستلبي بأي أزمة يتعرض لها المجتمع مستقبلا نعم متحامل على سوشال ميديا طبعا نحن متحاملين لناحية موضوع الشائعات كإعلام نصف وقتنا ونحن ننفي الشائعات المتدولة فكان في الشائعات في ذاك الزمان وكيف كانت تنتشر طول عمر الشائعات بس اليوم الفيسبوك ضربة بألف طول عمر الشائعة أصلا ما يعرف في أحداث الالف وثمانمية وستين نص الركدة كانت نتيجة شائعات بالألف وثمانمية و وحد وثلاثين نتفضوا الأهالي على الوالي وقت حاول يفرض عليهم ضريبة على العقار اللي اليوم بسموها طرابية كمان نص الفوضى كانت ناتشة عن الشائعات وحب الناس للفرجة الناس بيحبوا يجيب لأوا عجق بيوقفوا بيتفرجوا كترة غلبة بنسميها بالعامية الشائعات وكترة الغلبة هاي طول عمرة موجودة ولكن السوشيل ميديا والسعة وما في أي لا يمكن يكون في ضابط للسوشيل ميديا ولكن المشكلة عن الناس يلي عايشة بالعالم الافتراضي بتسمع بقصة بتقول له مين قريت تبقى لك بالفيسبوك فيسبوك عالم محدود الدنيا ما لفيسبوك نحن الوحيدين يلي قزمنا الفيسبوك لهذا الحجم وماء ومنستخدمه كمصدر معلومات ومنصة نشر وهو ما له هيك وما المفروض يكون هيك بس بيظل غياب منصات أخرى الناس عم تضطر أنه تلجأ له وما لا يمكن يكون في ضبط أي كلام عن ضبط الفيسبوك ما فيه صعب صعب كتير في استحالة الفيسبوك قدم لنا حالة توثيق إنساني يعني مشاهدات روايات ناس تحدثت عن رواية أو حكاية طبعا بغالبا مؤلمة متعلقة بالزلزال والكارثة تاريخيا والزلازل كنا نتحدث عنها كيف يعني الروايات كانت تطلع رواية من الزلزال فلاني دعني أقل لك مثال ولدت امرأة بدقيقة الزلزال وحدث الهون هلأ أم نحكي حاليا بهديك الفترة كانت الناس تتناقل روايات متعلقة بالكوارث في رواية عالقة بذهنك حقيقة لا ما في برجع أقول لك هدول الموضيع بالذات لم يكتب عنهم كما يجب بس مثلا بالخمسة واربعين وقت المدينة احترقت بالضرب في قصص كتير في قصص كتير بالخمسة وعشرين خلال العدوان الفرنسي في قصص كتير بسا من نحكي مراحل أقرب تاريخيا ومصائب ولكن من نوع آخر من نوع آخر قصة القصة طبعا يعني يمكن كتير سمعانينا تشكلت مقاومة شعبية ضد الفرنسيين وفي حاجة لإسعاف الجرحة والمشافي أغلقت بالمناطق اللي في عم يصير في عليها القصة في اللي داير مدور ساروجة والألعى والسراية والمرجة والأقرامي بقى نقلوا المصابين إلى مشافي الأصاع والمناطق المسيحية واستدعوا كل الأطباء من تلك الأحياء ونزلوا مجتمعين لي أسعفوا الناس طفت عنهم فرنسا الكهرباء أطعت الكهرباء راحوا لموا شمع الكنايس وشاءت الأقدار أنهم قريبين من الكنايس وشعلوا المشافي بالكنايس وعملوا غرف عمليات على الشمع لإسعاف الأهالي دول الأصص الإنسانية يعني لو في فيسبوك أنا ذاك مفروض تتصور ما في ما في وثقت على شكل يعني بالكتب وثقت برواية شفهية لنائب دمشق وقائد المقاومة الشعبية أنا ذاك فخري البارودي خلال لقاء تلفزيوني أجرى معه تلفزيون السوري بمطلع الستينيات في بدايته هو اللقاء الوحيد اليتيم الموجود لفخري البارودي البقية يا ضاع ويا تسجل فوق واحدة من مشاكل عدم التوثيق أنه ما منحفظ أرشيف يعني مو بس ما منوثق ياللي وثقنا روحنا ياللي هي يعني المصيبة مضاعفة من الأسص اللي أنا أحاول أعمل مقاربات من الأسص ياللي أيضا تداولناها خلال الزلزال على سعيد العالم وهو موضوع الأبحاث يعني وجود ناس مختصين يبحثون في في الأرض السورية ونشاط الزلزالي وغير ذلك أو فكرة وجود مركز أبحاث بحد ذاتها هذه الفكرة هي كانت حضرة كان هناك مكتب يسمى البارودي أعتقد مكتب البارودي كان مكتب لا كان مكتب دراسات سياسية فقط اقتصادية سياسية اقتصادية وطنية ولكن بالشق العلمي لا ما كان في أي نشاط إلوه يعني كان مثلا يجمع وراء الطاب بفلسطين قبل ما يجوا العصابات اليهودية ويصرقوهم ليدعوا ملكية الأراضي الفلسطينية كان هيك شغله يصور تجاوزات عم تصير بفلسطين ويبعتن للصحف الكبرى بأمريكا ولندن يتحداهن أنه ينشروا هذه الصور بس بالناحية العلمية أو الجيولوجية لا هذا شغل جامع دمشق وبمرحلين متقدمة جدا عن هذه المرحلة يعني مع انتهاءه ما انتهى فكرة أنه يكون في مركز أبحاث سياسي اقتصادي بهذا الشكل في محاولات كانت على مدى السنوات الماضية بعضها نجح بعضها فشل كلها كانت عم تصب بنفس المشكلة اللي هي التمويل أي مركز أبحاث اليوم بالعالم يا ممول من دولة يا ممول من حزب يا ممول من أفراد التمويل الذاتي للنشاط الفكري والثقافي محدود وطالما في تمويل خارجي لهذه المراكز دائما عم يجو بأجندات مختلفة عالميا لأنه موضوع زلزال دمشق الكبير أيضا هي تم تداول الناس لكن بدون العودة إلى تاريخ معين أو إلى حقبة أو حتى إلى تفاصيل معينة فيما يسمى الزلزال دمشق الكبير أي واحد 847 الأول مسجل ومكتوب عنه بشكل كبير 847 يعني في أرقام ما لي متذكر الرقم الضحايا ولكن كان له أضرار كبيرة بالإبقاع وكان له أضرار كبيرة بريف دمشق وصولا لتركيا هذا من الزلائل القليلة اللي صار عننا وأثر على تركيا وليس العكس وليس بتركيا وأثر علينا بكل ما تحدثنا عنه تحديدا بالجانب العلاقة بالاستجابة استجابة للمجتمع لكل القضايا من إيصال المياه إلى البيوت الدمشقية إلى تعاطيم عزلزال إلى أسبوع التسلع إلى أغريب كان هناك رجالات يعني معروفة في دمشق مثل ما نقول بيقولوا كلمة أعيان أي أن كانت تسمية وكان في منهم رجال سياسي كان في منهم رجال حكومي فارس الخوري محمد علي العابد وغيره من الأسماء ما زالت هاي الشخصيات على مستوى المجتمع تحدث موجودة إذن نحكي عن دمشق تؤثر تقول كلمة رغما أنه اليوم هناك فيسبوك خلينا نفترض فيفترض يكونوا إن وجدوا هني موجودين معروفين ومشهورين أم هني غابوا قديش إلهم دوروا ولازم يكون موجودين موجودين ولكن ليس على الساحة يعني كل الأسماء المتداولة إعلاميا اليوم على أنه هي اللي بتمثل مدينة دمشق حقيقة هي جاية بظرف معين ومنصب معين ولكن مدينة دمشق إلى مرجعيات دينية اقتصادية اجتماعية لا تزال موجودة بعيدا عن وسائل الإعلام وقت الضرورة بتمون مختلفة عن العابد والخوري لأنه الظرف مختلف وهدول ما بيشتغلوا سياسة هذين كان معظم متفرغين للحياة السياسية اختلفت الأسماء قد تكون اختلفت العيال في بعض القطاعات ولكن موجودين ويؤثنون طبعا وليس فقط بدمشق بكل المناطق السورية بكل المناطق السورية اللي صار دائما لما صار فيها المساعدات من العراق المساعدات من لبنان إلى آخره كان هناك متدول بأن السوريين تاريخيا فتحوا الأبواب للآخرين وخاصة دول الجوار هذا ينطبق على تلك الفترة تجليات وين تماما من ذاكرتك ما كنا بحاجة لمساعدة من حدا في هذه الفترة فكرة أنه كانت تاجونا طبعا الكل كان بحاجة سوريا سوريا كانت متفوقة على الجميع بكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية يعني اليوم أتأسس إمارة شرق الأردن اللي صارت بعدين مملكة الأردن هاشمية كل الخبرات اجت من هون أول رئيس وزراء من دمشق تاني رئيس وزراء من حمص اللي خطط لمدينة عمان المهندس صبحي كحالة اللي لاحقا صار وزير سد الفرات بالسبعينيات نفس الشي مع العراق الضباط اللي طلعوا اللي أسسوا الجيش العراقي كلهم طلعوا من دمشق نفس الشي مع السعودية كانت هي الخبرات السورية هي السائدة وهي اللي عمرت هالبلاد وهن بيعترفوا فيها يعني ما حدا بينكرها هاي القصة شغلة جيدة بقى اليوم يعني إذا كان في مساعدة من هذه الدول مشكورة طبعا ولكن هو هو رج جميل لتاريخ طويل لسوريا مع المنطقة لم تبخل سوريا على على الجوار ولا بيوم للأيام لا من العشرينات وانت طالع بقى دائما كان في دائما مصائب تصير بلبنان أكبر مثال حرب أهلية ونزوح وحرب الالفين وستة ودائما كانت سوريا هي الحامل من المستقبل تم بعد الكوارث هلأ مسلا نحنا يعني سخونة الموقف بدأنا بدأت تبرد وبلشتنا تحدث انه يلا تتجاه النظارة طبعا عند الحكومة انه كيف رح نتعوضينا كيف رح نرجع نعمير كيف رح نرجع نأسس كيف رح نصلح الى آخرين كوارث سابقة ايضا كان هنا كولات او حكام او حكومات فبالتالي كانوا يتجهوا لاحقا خليني اقول لك نحنا من تشاؤمنا احيانا منقول هلأ رح يتجهوا لفرد ضرائب يعني كيف كان في مصن ضريبة اعادة الاعمار ضريبة خليني نقول هذا هيك معتادية نحنا حاليا بتلك الفترة كانت تتجه الحكومات ايضا لهذا الشكل وال لقبال المجتمع عليها كيف كان تفهم المجتمع لهذا الفكرة ان كانت موجودة يعني بعطيك مثال حديث بالنسبة اننا بمهنتنا حديث ولكن بالنسبة للعالم بعيد قصف تمشق ال45 حرق اسواق ومناطق سكنية بكاملة مين عوض الناس الدولة ولا فرانسا ولا معونات ما كان في امم المتحدة كان في عصبة امم ونحنا ما لنا موجودين في عصبة الامم او بالاحرى لنكون ادق كانت الامم المتحدة عم تتأسس هي بلشت بنهاية نيسان 45 القصف صار ب29 ايار هل يوجد سجل بورجي تفاعل الحكومة او عدم تفاعله مع اعادة اعمار المناطق المنكوبة كلا ما في جواب لم تكتب في ثغرات وهل لو انت عم تحكي يعني عم تخطر عبالي هذا صراحة الموضوع لأول مرة في ايكي قصص قصيرة بالسياق العام بجوز تحس مالا مهمة ولكن لما بتتعرض لمصيبة مثل اللي تعرضنا لنحنا بستة اشباط بترجع حريق حريق الاموي بالتلاتة والتلاتة والتلاتة وتسعين هل الناس ما في جواب وقد يكون موضوع يعني بحثي مهم تكون تحفز حدا من اللي عم يسمعنا انه يشتغل عليه ولا اي رواية مشكوة يعني غير دقيقة بالمطلق شكلت لجنة لاغاثة المدينة ترأس الشيخ بدر الدين الحسني وانعمل مكاتب هذا اكيد يعني هي انعمل مكاتب لجمع تبرعات بين قبل السوريين المقيمين بامريكا عم بحكي وقت القصف الفرنسي الخمسة وعشرين اول قصف وتسمى كل مكتب على اسم شخصية سورية مكتب فارس الخوري بأوكلهوما مكتب يوسف العظم بكينتاكي مكتب حسن الحكيم بأوهايو وبناء على هاي الأسماء تم جمع تبرعات لموثوقيتها نعم لموثوقية الأسماء يلي حكينا فيها كان اتجاه بهذا الشكل نعم هاي بالخمسة وعشرين ولكن قديش وصل وين انصرف وشو تعمار وهل صار في فساد طول عمره في فساد هل في شي منه انصر ما بنعرف لفتني طول عمره في فساد يعني كمان الناس هاي بتختلف عليها بتقول لك لا الفساد بدأ بالمرحلة الفلانية عندما كذا آخر فترة ذهبية عاشتها البلاد كان في مرحلة فلانية الناس تتحدث ايضا روايات متعددة فالفساد هو مستمر بطبيعة الحالة لو اكيد بالطبيعة البشرية اللهم انا اصدي طبيعة بشرية اصدي طبيعة بشرية عند كل الشعوب وبكل المراحل عبر التاريخ فيه ناس فاسدين الفرق انه بسوريا كان الفاسد بيشو بهاي المراحل اللي اللي عم نحك عليها بيقشروا عليه وبينبزو ولحدا بيجوزو ولحدا بيصاحبو ولحدا بيوصفو صار اعدام بيوز لشخص من الشخصيات بسموه دفتردار او ما شابه في هيك قصة يعني هاي بتتركب قصص على سياسة بس كان الفاسد منبوذ بالمجتمع مو بينحط بالصدارة وبيضربوله تحية ويقولوله يا محن الكحل بعيونك هذا الفرق انه كان المجتمع بيعرف تاريخ الاشخاص طبعا بيعرف كيف بيعرف تاريخ العالم بيعرف الفاسد من نضيف فهي القصص يعني بيجوز الناس بتغضبصر عنا لظروف آنية ولكن من جوه زاكرت السوريين قوية ولا تنسى بقى دائما في فساد دائما في تختلف النسب تختلف المعايير تختلف الظرف يختلف الإعلام اللي بيصلي الضوء عليه دائما في إشاعات بس دائما كمان في خير كتير يعني هلأ على الخير الكتير اللي شفنا به بهالفترة بهالفترة يعني أصرت فكرة الفساد بمطرح ما سرقة التبرعات وغير ذلك يعني فينا نستنتج بأنه هذا بديهي وطبيعه وكان دائما موجود يعني أنا دائما من أنصار تسليط الضوء على النقطة الإيجابية لأنه اليوم إذا بدك ما تشوف غير أنه في ناس يعني نفسيات ضعيفة استغلت الحاجة والعوز لصالحها إذا ما بدك تشوف غير هاي النقطة السوداء ضب اغراضك وامشي أما إذا بدك تشوف أنه البلد لسه فيها خير ولسه قابلة للعيش وقابلة للمهود أنا دائما بقول معظم الناس بتختلف معي ولكن كل شي مر على سوريا وبعد بده يمر شايفينه من قبل بظرف مختلف بإعلام مختلف بشخصيات مختلفة ودائما هذا البلد إلى مراحل هبوط ويليها مراحل مهضة بقى أنا أبقى متفائل بمستقبل أفضل لبلادي على الرغم من كل المآسي وكل الألم يلي عشناه بآخر سنوات وتحديدا بمصيبة ستة شباط 2023 وما فيه هبوط مستمر يعني بطبيعة الحال فيه هبوط بس بنطلع منه بدك تكون متفائل لازم طيب أخيرا بعد كارثة ستة شباط للأسف فين يوم أمس هلأ متحدث عن تاريخ ومتحدث عن تحدث عن ذاكرة الجمعية للناس منها قلعة دمشق للمرة الأولى يوم أمس يعني تعرضت لاستهداف وهو طبعا كنا موجودين كنت أنا موجود حجم الدمار لما بشوف مكان يحمل حالي يعني بهذا العتق ودمر بمصائب اليوم بمصائب الحداثة كتير من حسب فجوة من حسب أنه الكارثة تحل أكبر على المكان الأثري من المكان الغير الأثري برأيك اليوم الحفاظ وتاريخيا أيضا إذا متحطنا بالصورة ديش كانت الحكومات والولاة والناس تولي أهمية لهذه القلاعة تولي أهمية لهذه الصروح وتحافظ علي وفي حال حدث حدثنا عن حريق الجامع فرضا يعني كان كله يتعامل معه بذات الطريقة يعني هل صار في فساد خلال عادة أعمار الجامع الأموي ما عندي معلومة ولكن المنطق بيقول أنه يا إيه يا أكيد كان في محاولات هل كل الحقاب كانت مهتمة بالأبنية الأثرية أو التاريخية الجواب هو نعم والدليل أنه بقاء إلى اليوم هل استهدفت مناطق أثرية عبر التاريخ المعاصر طبعا والدليل هو أنه قلعة دمشق نفسه قصفت بالخمسة واربعين حي سؤسة روجة الأثري المملوكي قصف بالخمسة واربعين بس قصف فرانسا مو سوريين سوريين يلي ركدوا ليحاولوا يلموا الجراح مثل ما حكينا البارودي وغيره هاي عجلة التاريخ الشطارة هي أن تحفظ ما تبقى وترمم وتعرف قيمة الشي اللي عندك مو أنك تعمل مقارنات اليوم كتير منسمع مقارنات بين والله لازم تكون الساحة الفلانية بتشبه الساحة الفلانية بمدينة عربية ما يعني هاي الساحة اللي هلأ ما نحكي فيها هي أقدم من هدول المدن بقى نحافظ عائلة اللي عندنا ونقدر بصح مظبوط الناس بتقول أنه اليوم قبل ما أنا أحكي بالأبنية التاريخية وبالشوارع وبالكذا في أرواح وفي فقر وعوز هاد ما بيلغي هاد متل ما كنا دائما نقول بسنوات الحرب أنه مو كل شغلة نحطها شمع على الحرب كل ما نقول نحكي عن مشكلة في هلا حرب مو أخرج الأولويات والبرائع بقى دائما في وقت للأبنية الأثرية وفي وقت للناس يلي ما يحتاجه وفي وقت للنهوض الاقتصادي بس كل واحد يشتغل شغله نحنا مشكلتنا بهالبلد أنه ما منشتغل شغلنا كل واحد بيشتغل شغله وشغل غيره وعينه على غيره أكتر ما هو عينه على نفسه لو كل واحد التزم بعمله بإخلاص فقط عمله من دون الدخول بشؤون أخرى كنت لقيت الظرف اختلف جدا والكالفي أقل وقع بمطارح أو تجاوز بيصير أسهل أخيرا موضوع خلينا أنا أسف حينا من هذا الطرح اللي هو الناس بقصص مرد ديني قد يكون مرد مجتمعي مرد تاريخي أقاصيص وحكاية لأمن لما يصير زلزال وكوارث طبيعي وتتكرر اليوم مثلا هزات ارتدادية لكن على مستوى الشعبي لا يعور الأمر تماما يتحدثون عن يوم القيامة يتحدثون عن نهاية العالم طبعا هذا ينطبق على كل العالم حتى اليوم نرى بأمريكا بغير دول يتحدثون عن نهاية العالم بالفترة الفلانية فالدمشقيين بيربطوا هاي الأصص عادة بيحكوا بالقيامة ونهاية العالم لما يصير زلازل كوارث في روايات يعني المجتمع الدمشقي مجتمع ديني محافظ سواء كانوا إسلام أو مسيحية والطبع السائد عند هذا المجتمع هو القضاء والقدر والإيمان بما كتب من رب العالمين لذلك طبعا بيربطوها بالآخرة أو بالغضب أو بالعقاب أو فيه ناس بيقولوا فدوا كتير أول ولا أنه عم يصير عقوبة صح عم يصير فيه تأويلات صح بدأت أنا رأي هذا الشغل رب العالمين وما حدا دخله فيه نحن علينا من الحياة الدنيا وعلينا ببعض وبولادنا وبأهلنا وبناسنا وتلافي أزماتنا نعم شكرا جزيلا على حضورك معنا بستوديو شامع فهم على هذا الحديث يعني هو قد يكون دامنا وقت كتير طويل بجوزفنا نحكي كتير لأنه تاريخ مليء بالتفاصيل من الأسف مليء بالكوارث مليء بالصدمات مليء بالأزمات لكن كنا ساعدين يعني بكل ما قدمته وساعدين بأنه أهم بخلينا نقول تحدثنا فيه كان هو الاستجابة المجتمعية اللي هي ثابتة ولم تتغير ولم تتحول من تاريخيا وإلى الآن فبدأي تشكلك وتشكر حضورك معنا وأهلا وسهلا فيك شكرا إلك وشكرا لكم على الاستضافة والله يوفقكم ويقويكم ويحميها البلد وأهلا وناسا